تشيكن ماك او بورجر البطاطس بالفراخ من ماك اقتصادي جدا طعمه جميل جدا وكمان شكله حلو جدا وبيدينا كمية كبيرة شايفين السندويتش شكله حلو جدا ازاي وما بيكشش خالص واحنا بنسويه من ربع كيلو بني هتعملي الكمية الكبيرة دي انا عملت 23 سندويتش جربوه هيعجبكم جدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة معنا 3 بطاطسيات بالحجم ده يعني حوالي نص كيلو او اقل شوية هنقشرهم ونغسلهم يعني نغسل البطاطس وهي على بعضها وبالشكل ده بعد كده هنقطحهم لمكعبات ونحطهم في مياه المكعبات كبيرة شوية او اي حجم بعد كده هنسلق البطاطس دي في المياه دي بدون اضافة ملح بعد كده هنجيب الكبه ونحط فيها ربع كيلو من البناه ونفرم وفرم ناعم جدا ولو ما عندكوش الكبه ممكن تدقوه بالهون بعد كده هنضيف على الفراخ البطاطس اللي سلقناها زي ما قلتلكو البطاطس لازم نسلقها كويس جدا بعد كده هنضيف عليها 3 معالق من البقصمات النعم احسن نوع انا بجيبه هو بقصمات ريتش الصراحة ما جربتش زيه بعد كده هضيف عليهم بيضة وكمان هضيف عليها معلقتين كبار من بهارات البورجر بهارات البورجر بتيجي من عند العطار جاهزة وكمان ماجي بتبيع كيس ده اسمه بهارات بورجر من ماجي وكمان هضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الشطة ولو مش عايزين تحطوا شطة حطوا بابريكا ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من البهارات السبعة وكمان مكعب فاين فودز او مرق الدجاج وهنخلط المكونات دي مع بعض كويس بالكبة وممكن نهرس البطاطس بهراسة البطاطس ونقلب المكونات دي مع بعض بمعلقة او بايدنا بعد كده هنجيب طبق كبير او صانية كبيرة وندهنها بالزيت عشان الطبق ده هنرس فيه اقراس البورجر عشان ما تلزقش بعد كده هنبلي ايدينا بمية ونشكل اقراس البورجر بالشكل ده وممكن كمان ندهن ايدينا شوية زيت صغيرين عشان البورجر ما يلزقش فيها بس المياه برضو ما بتخليهوش يلزق بعد ما نشكل كل كمية البورجر ونرسها في الطبق او في الصانية بندخلها الفريزر لمدة تلت ساعة ده البورجر بعد تلت ساعة بعد ما خرجته من الفريزر بعد كده هنحتاج لبطين انا عملت بيضة بس بعد كده احتاجت بيضة تانية وهحتاج لكمية من البقصمات النعم وممكن تستخدموا البقصمات الخشن بس تنعموه شوية هنضيف على البقصمات وعالبيض رشة من الملح وكمان رشة من الفلفل الاسود هنقلب البقصمات بالملح والفلفل الاسود كويس جدا بالشكل ده وهنضيف على البيضة كوبية من اللبن ونقلبها كويس جدا مع اللبن والتوابل بعد كده بنجيب قطعة البورجر ونغمسها في البند ونشيلها بشوكة نحطها في البقصمات نغلفها بالبقصمات برضو ممكن تعملوا الخطوة دي مرة واحدة وممكن تعملوها مرتين أنا عملتها مرتين يعني بعد كده حطتها في البيض غمستها في البيض مرة تانية بعد كده غلفتها بالبقصمات بعد كده هرسوهم في طبق ممكن احمرهم على طول بس لو حابين تدخلوهم الفريزر عشر دقيق كمان دخلوهم وممكن كمان ترسوها في طبق وتسيبوها في الفريزر لو مش محتاجينها دلوقتي ممكن نطلحها من الفريزر نحمرها على طول في رمضان في السحور مثلا بعد كده هنسخر نص كوباية من الزيت يعني الزيت ما بيكونش غزير بعد كده نقلل الحرارة للنص وننزل قطع البورجر في الزيت عشان يتحمروا الزيت السخن مع تقليل درجة الحرارة ده بيخلي الحاجة تستمي من جوه كويس وكمان ما تتحمرش من بره بسرعة وكمان تكون مقرمشة من بره جدا ما تقلبوش قطع البورجر بسرعة سيبوها لما تتحمر من تحت الأول بعد كده ابدأوا في التقليب شايفين لونها حلو جدا ازاي وكمان ما بتشربش اي زيت خالص اول ما توصل للون الدهب الجميل ده خرجوها على طول من الزيت في مصفى وزي ما قلتلكو ربع كيلو البنيه مع المكونات اللي حطتها عليه عمل لي تلاتة وعشرين قطعة من البورجر ده يعني اقتصادي جدا انا كده خلاص قليت كل الكمية شايفين كمية كبيرة جدا ازاي شايفين شكل البورجر من جوه حلوي جدا ازاي وكمان طعمه حلوي جدا دلوادي هنشوف ازاي نعمل سندويتش البورجر هنجيب الكايزر ونفتحه كده بالشكل ده بعد كده هنحط فيه كمية من الكاتشاب الكاتشاب ده انا عاملاه في البيت هسيبلكو طريقته في الوصف تحت الفيديو وكمان هنحط قطعة من الكابوتشا او الخاص او اي خضار موجود عندكم وكمان هنحط قطعة بطاطس مقلية البطاطس دي انا مقطعها بقطعة المخلل شكلها بيكون حلوي جدا ومختلف دلوقتي هحط قطعة البورجر فوق الحاجات دي شايفين قطعة البورجر كبيرة ازاي اكبر من رغيف البورجر نفسه وهحط فوقهم كمان شريحة من الطماطم وكمان شرايح من الخيار والخضار ده كله اختياري ممكن مثلا تحط شرايح بصل وكمان شرايح من الفلفل سواء اخضر وكمان الافضل يكون الوان بيكون حلوي جدا ممكن كمان نحط فهم بطاطس كمان وكمان نضيف عليهم مايونيز وممكن بسترده وممكن كمان قطعة جبنة سلايز لو موجودة عندكم المكونات دي اختيارية جدا ونحط كمان قطعة من الكابوتشة او الخاص فوقهم كده كده خلاص خلصنا نحط بقى الجزء التاني من خبز البورجر شايفين السندويتش كبير جدا وحلو جدا ازاي وكمان طريقته سهلة جدا واقتصادية اوي اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم واتجربوها وكل عام وانتم بخير وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته